على مدى أسبوع شن المسلحون هجمات متتالية في جنوب حلب ضمن عملية هجومية واحدة هدفها فتح ممر عسكري آمن يعيد بشكل دائم ربطاري في حلب الجنوبي الغربي بالمنطقة المطوقة في أحياء حلب الشرقية استراتيجية المسلحين اعتمدت على تمهيد بالقذائف المدفعية والصاروخية والتي تم استخدام بعضها للمرة الأولى ومن ثم تتقدم أعداد كبيرة من الأليات والمدرعات المفاخخة التي يقودها انتحاريون باتجاه نقاط دفاعية محددة بهدف فتح ثغرات لقوة المشات في حال نجاح المفاخخات بفتح ثغرات تتقدم قوات من الانغماسيين والانتحاريين المزودين بأسلحة وعتاد خاص لإحتاث خرق وفتح مسارب أمام القوات المحتشدة بأعداد ضخمة في الخلف وإذا ما نجح الانتحاريون في مهمتهم تتقدم قوة المشات المؤللة والرجلة المؤلفة من عدة ألاف في كل اتجاه مدعومة بأعداد مماثلة بهدف الدعم والتعزيز وفي حال فشلت يعتمد المسلحون تكتيكا بديلا وموازيا بحيث تعاد الكرة بسرعة وبالزخم نفسه بأدف استنزاف المدافعين وعدم منحهم الفرصة لإعادة التثبيت والتموضوع الجيش السوري وحلفائه من جهتهم عملوا على امتصاص هجمات المسلحين المتتالية ومنعهم من تحقيق هدفهم في فتح الممر العسكري الآمن بشكل دائم ولتحقيق ذلك استخدم الجيش السوري وحلفائه تكتيكات دفاعية جديدة هذه التكتيكات تقضي بتثبيت كل الخطوط الدفاعية الممتدة بالمستوى نفسه من الجاهزية بهدف عدم خلق نقاط ضعف يستغلها المسلحون وبذلك يضمن الجيش الاستخدام الأمثل للقوات والعتاد والمحافظة قدر الإمكان على أرواح المدافعين أهم ما في استراتيجية الجيش هو أنه لدى بدء هجمات المسلحين ينسحب المدافعون إلى مسافة معينة مفسحين المجال لتقدم قوات المسلحين عندها يتم استهدافها بالأسلحة المباشرة والصواريق الموجهة وغيرها ومن ثم بالاشتباك المباشر إذا لازم الأمر ترجمة نانسي قنقر